ما زالت الناقلة الإيرانية غريسوان التي تغير اسمها إلى أدريان داريا وان بهدف تمكينها من مواصلة إبحارها ما زالت تواجه مطاردة من بعيد تريد الإدارة الأمريكية أن تستدرك إطلاقها في جبل طارق فتطالب دولاً أوروبية أخرى أن تحتجزها مستخدمة سياسة العصى والجزرة التي تلوح بها واشنطن في كل أزمة الناقلة وبعد احتجازها لأكثر من ستة أسابيع قبالة جبل طارق باتت تمخر عباب البحر المتوسط متوجهة نحو الشرق الإقليم الذي يتبع التاج البريطاني علل إطلاق الناقل لالتزامه بالقوانين الأوروبية فيما ترجح تقارير مرورها باليونان التي تلقت تصريحات أمريكية حادة اللهجة تحذرها من مغبة السماح لها بالمرور في مياهها الإقليمية بعد أن سهمت تلك الناقلة بتصعيد التوترات في الممرات الدولية لشحن النفط لاتهامها بنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي بينما تريد واشنطن احتجازها لارتباطها بالحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية حكومة جبل طارق أكدت أنها تلقت ضمانات مكتوبة من إيران بأن السفينة لن تتوجه إلى دول خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي لكن طهران نفت تقدمها أي تعهدات بشأن وجهة ناقلة ما يثير احتمالات عدة حول الوجهة التي تقصدها إيران حذرت أيضا من عواقب وخيمة من إعادة احتجاز ناقلتها فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي أن تجديد طلب احتجاز ناقلة سيعرض سلامة الشحن في المياه الدولية للخطر فيما شددت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني على أن الأزمة في العلاقات مع بريطانيا والتي تضمنت احتجاز طهران ناقلة النفط البريطانية سينا إيمبرو في مضيق هرمز الشهر الماضي لن تنتهي إلا بعد وصول الناقلة إلى وجهتها وأصبحت الناقلتان ورقتين ضغط في خضم أزمة أكبر اتسعت منذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي مع إيران وععادة فرض عقوبات اقتصادية عليها وما تلاها من احتجاز طهران ناقلتين نفط أخرين ما زاد في تفاقم التوتر في منطقة تعرضت فيها بواخر لحرائق أو تضررت بسبب ألغام كما أسقطت طهران طائرة مسيرة أمريكية كل ذلك جعل الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات باستثناء الخيار العسكري الذي يؤكد طرفاء الأزمة على استبعاده